مباحثات مع وفد برلماني عن الجمعيات الوطنية بجمهوريات الكونغو الديمقراطية أجراها بالرباط رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي عالمي لقاء لإبراز العلاقات الجيدة القائمة والتأكيد على ضرورة توطيد هذه العلاقات من أجل رفع التحديات التي تواجه البلدين رئيس مجلس النواب أطلع الوفد البرلماني الكونغولي بالمناسبة على المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة بدورها أكدت رئيسة الوفد البرلماني الكونغولين توندو كوليت شومبا أن هذه الزيارة تحكس عمق العلاقات التاريخية والجيدة التي تربط البلدين الصديقين على مدى عقود معبرة عن إعجابها بالتجربة المغربية في مجال تمثيلية النساء حيث أكدت العمل على إدخال مبدأ التمييز الإيجابي ضمن القانون الانتخابي المقبل والتشور حوله مع الفاعلين السياسيين في بلدها الكونغو الديمقراطية